من اليمن مراسل القاهر الإخباري أياد الموسم يجيب على هذه التساؤلات إذن أحييك أياد تساؤلات تطرحه إذن في هذه اللحظات حول التقارير المتعلقة بأن هيئة عملية تجارة البحرية البريطانية تتحدث عن انفجارين في حادثين مفصلين في البحر الأحمر إذن ما التفاصيل في هذه الانفجارات وكيف وقعت ومتى داعيات حولها مساء الخير حساني نعم خلال العشر ساعات من أمس من يوم أمس كانت هناك أحداث تصعدت في البحر الأحمر حيث قام الحوثين باستهداف هذه السفن وكذلك بإرسال الطائرات المسيرة صوب الأراضي المحتلة كان الحوثين لم يعنوا في المدوم باكتب مكر لكن كانت هناك مصادر تتحدث عن هذه العمليات من بينها كما أوردت في خبرك تقارير هيئة البحرية التجارية البريطانية نحن طابعنا منذ وقت مبكر كان الحوثين لم يعنوا عن هذه العمليات لم يعنوا إلا بعد أن وصلتهم أنباء أنه تم استهداف هذا السفن بنجاح كذلك الطائرات المسيرة أطلقوا عدد من الطائرات المسيرة بحسب البيان الذي تحدث فيه المتحدث العسكري لجماعة الحوثين طبعا هذه الأنباء أكدتها بيانات المركزية الأمريكية حيث قالت أنها اعترضت 12 طائرة مسيرة وتم إسقاطها بالإضافة إلى أنها كشفت عن أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بحريين على هذه السفن وكذلك صاروخ كروز بحري باتجاه البحر الأحمر إذن العملية لازالت مستمرة وتتواصل وتتصاعد في البحر الأحمر لهات داعياتها الكثيرة هناك أكثر من 180 سفينة تأثرت بهذه العمليات كذلك 152 سفينة يقال أنها قيرت وجهتها وأتجهت إلى مناطق أخرى هذه بحسب ما ترصده مواقع ملاحية تابعناها من معرفة تداعيات هذه الهاجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر أيضا هناك كان موقف للحكومة اليمنية أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء الطالب فيها الدول المشاطئة البحر الأحمر يعني أن تحمل المسؤولية في تأمين هذه الملاحة في البحر الأحمر الجميع يرى أن الاحتلال الإسرائيلي أثقل على كاهل الفلسطينيين ويجب اتخاذ موقف عربي موحد لم يترك الموضوع لإيران اتخاذ بحر الأحمر ورقة بيدها للعبث بالملاحة الدولية وأيضا التحرك بشكل واسع هناك معلومات تطرح بأن جماعة لديها أو زودت الحوثيين بأسلحة وقواصات قادرة على التعامل مع كثيرا من الأهداف التي ربما ستواجههم في البحر الأحمر أيضا هناك معلومات بأن التحالف الدولي يرافق هذه السفن التي تتواجد وتمر عبر البحر الأحمر حيث تابعنا بعض السفن أعلنت عودتها كميرسك أو التي تحدثت أنها خلال الأيام الماضية ستمر عبر البحر الأحمر أو ستعيد نشاطها في المرور في البحر الأحمر إذن نحن هنا أمام تصاعد الأحداث منذ اليوم لم نرصد أي أحداث جديدة سوى أحداث الأمس نعم هنا كلفة هذه الأحداث أو هذا التوتر في المنطقة لأن هناك كانت عملية السلام تستمر طبعا وكان المأمول أن يتم إجراء مباحثات أيضا في الشهر القادم فكيف يمكن أن تؤثر هذه التوترات أو هذه الكلفة على عملية السلام في اليمن وخاصة على تقديم المساعدات لليمنيين نعم حساني كان من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق السلام الذي عنه المبعوث الأممي هانس قردنبرغ في الأهر الماضي ونتيجة لهذه الأحداث المتصعدة وهذه الهجمات تم تأجيل التوقيع على الاتفاق هناك من يطرح بأن اتفاق السلام مع جماعة الحوثيين سيتم التوقيع عليه بداية هذا العام تحديدا في يناير وفي مكة المكرمة لكن بالحقيقة هناك تأثر هذا الاتفاق حيث الاجتماع الغربي أو الدول الداعمة لعملية السلام في اليمن ومن بينها أمريكا حاولت أن توقف عملية حارس الإزدهار لإتاحة الفرصة للتوصل لعملية السلام كذلك يعني الإقليم يرى أن المشكلة اليمنية يجب أن تحل عبر الطرق السلمية ويتم التوصل لإتفاق السلام الذي قطع المبعوث الأممي جهودا كبيرة في التوصل إلى اتفاقات من بينها صرف رواتب الموظفين وكذلك إعادة تصدير النفط والقاز وفتح الطرق بين المدينة اليمنية وكذلك التوصل بعدها ليتم عملية سياسية يمنية يمنية ترعاها الأمم المتحدة الجميع كان ينتظر الاتفاق في الشهر الماضي لكن نتيجة لتصاعد هذه الأحداث تم تأجيله وبالتالي بحسب كثيرا من المراقبين أن عملية السلام في اليمن لازلت مهددة بها تصاعد هذه الأحداث العملية السلام كما نعرف أنه يدعمها المجتمع القربي والمجتمع الدولي الذي أصدر الكثيرا من المقرارات الأممية بشأن الأحداث في اليمن ما زعم تأثير هذا على وجود ارتفاع في الأسعار وجود كلفة أيضا وبالتالي لا تصل للمساعدات بشكل واضح أو بشكل سهل وميسر للذين يحتاجونها وكنا نتحدث عن هذا الموضوع منظفات الأطويلة من نتيجة هذا الخلاف السياسي والتصارع نعم الكلفة الإنسانية والكلفة الاقتصادية أيضا لها تأثيرها الكبير على الضع الإنساني في اليمن هناك تصريحات كثيرة من تجار يمنيين وأيضا من مسؤولين اقتصاديين بأن ارتفعت عملية التأمين على السفن القادمة إلى اليمن بنسبة 300% هذا ما تحدث إلينا فيه رئيس مواني عدن الذي تحدث كثيرا عن خطورة هذا الموضوع وأن قبل الحرب كان هناك كلفة كبيرة يدفعها التجار وهذه الكلفة تضاف على المواطنة البسيطة الذي يتحملها من معيشته وبالتالي فإن ارتفاع هذه الكلفة وتصاعد الأحداث في البحر الأحمر ويعني رفع الكلفة التأمينية على السفن القادمة إلى اليمن كان لها تأثير طبعا على الأوضاع الإنسانية وأيضا على العملية السياسية هناك مواقف كثيرة وهناك طرح من قبل سياسيين يمنيين أن عملية السلام مهددة بشكل كبير نتيجة تصاعد الأحداث في البحر الأحمر كيف يدخل اليمنيون في عملية السلام بين جميع الأطراف ولازلت الأوضاع متصاعدة وهناك عمليات وقصف متبادل وتهديد باعتبار أن البحر الأحمر هناك قوات يمني تتواجد على مسرح عمليات هذه المنطقة وبالتالي العملية السلام قد ربما تفشل قبل أن تولد هذا ما يطرح الكثير من المراقبين والمحلين للشأن اليمني نعم في الأفق طبعا نكون معك في تطورات ما يحدث وخاصة فيما يتعلق بالأمن في اليمن وفي السواحل اليمنية أشكرك على التفاصيل للآن كنت معنا فيها مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي شكرا لك إياد